السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم في فيديو جديد من قناتي يوميك كريم قلت بقى هجرس المرسمة بس الفيديو والله يا شباب سمحوني وانا بصور نسيت ان انا افتح الفيديو وصورت الكاب وعملت حدقة كتير جدا وانا ناسي ان انا اساسا مش بصور فاكر ان انا بصور بس اللاعطات ديت هي ديت اللي بينه عشان اللاعو هتلاحظه من الاول انا مجدت الكاب عطول فاكتشفت كده فاقتصور بقى الباقي وبصوا بقى انا برسم كده الشعر انا رسمت الكاب خلاص كده بقى نرسم الشعر الشعر ده كان متعب جدا وتبتل تعمل شغبت 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 كده يعني من نبضل حبة حلوية كده بنبضلل انا شغبت 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 شوىتين كده طبعا انا ببقى يعني لما بعض سايك كده ببقى بركز جدا 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 في الرسمة بصوا في اطنيق ده ازاي هو الشعر ده كده يا شباب متعب يعمل الوش عشان الوش له طريقة تانية يأخذ وقت كبير جداً للوش على فكرة يعني اللي بيحبي الرسم يعني أقول لك إلسب حياتاني يعني إلسب سمكة فيها وش أي حاجة يعني وردة كده يعني ده يعني لون مبتدئ بجد بيأخذ وقت رهيد أعسيبكم بقى مع الفيديو بقى من غير أي تسجيل عشان تركزوا اشتركوا في القناة 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 حالة كده صعبة هنا بقى عملت الوش بتانية وشة جدا بقى عام زي المسلس فحاولت ان انا عدله وطبعا ده كله بقى بيتمسح بالأستيكة يعني انا انت دلوقتي لو هترسم الناس ما دي مني يعني احسن لك احسن لك احسن لك انك تعملها بالأستيكة لان بجد الحتة دي بباليها زوية غريبة جدا هنا بقى بيت الشعر ودوت رقبتها وهنا دوت جسمها الكل يعني اوه يا شباب بصوا بقى بنبدأ ان احنا ننزل ونطلع كده بقى بشغبية فو تحت شغب كده كينك بتشغبط وخلاص يعني كده فيعني موضوع كان صعب جدا بصوا بقى نبدأ نعملها الكرام جنب بس خلي بالك لو هتضل للوش اوعد تيجي جنبه بشغبطة خالص انا بقى كنت بحاول ابعيدة عنده وما جيبش الشغبطة خالص عليه لان الشغبطة تبقى وحشة جدا 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 وبرده منستنيكوا تقوللي في الكومنتات ايه رأيكو في الرسمة الروعة دي لان انا بجد اتعبت فيها جامد جدا ويه منتظر ان انتو تعملوا لايك والشيو الصابس كبه مشندبلكم كل جديد عشان رسمة دي زي دي تستحق اللايك بجد يا شباب وما تنساش برضه تشتري في القناة هنبدأ بقى نعمل حاجات ما يعني بتفرق سي كاب بتفضل تشغبط في الاماكن البيضة عشان تعمل فيها شعر كتير وفي الكاب برضه تعدل من الجنب تحدده حاجة يعني كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وما حان فقط نعمل بقى كاب اناس بتوقف شبايتين تركزوا في الفيديو لذلك الكاب وبس كده دي رائعة الفيديو نارضه وعجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وكمان ما تنسا أنك تقول لي اهي رأيك في الكومنتات وبس كده دي الصورة بتاعتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة